اشتركوا في القناة المشروع مشروع يكون يشمل عدة ميادي مشاريع فيها فائدة الوطن وكذلك مشاريع اللي ما تكلفش ما تكلفش موارد كبيرة وتكون فيها منفعة عامة نبدأ المشروع الأول اللي حبيت نقترحه على السلوطات العليا في الجزائر وهو يعني المشروع هذاك ما حش يكون الإنجاز دياله في الحين يعني في وقته يجي وقته لكن ممكن أن السلوطات تبدأ التفكير لهذا المشروع وإحنا نمده بعض الأفكار ندعم مشاريع والمشروع هذا الأول اللي حبيت نقترحه هو يخص بناء تراموي لمدينة البوليدا تراموي لمدينة البوليدا وهذا تراموي يشمل خط نحو نحو المدينة الجديدة تاع بوينا إذن هنا عندنا المدينة تاع المدينة تاع بوليدا وهنا عندنا المدينة المدينة تاع بوينا مدينة الجديدة تاع بوينا إذن والاقتراح هو بناء خط تراموي من يمر من وسط البوليدا بالتجاه بالتجاه مدينة الجديدة تاع بوينا والخط هو يتبع الخط هذا هذا هو الخط هنا نشوفه يمشي على الطريق هذا طريق هنا اللي راه بالأصفر بالتجاه واسط مدينة ويمر على الواسط تاع مدينة بوينا اهنا إذن هذا هو مشروع خط تراموي يوصل يوصل البوليدا بالمدينة الجديدة تاع بوينا وهنا وهنا نروح نحسب نشوف باللي نشوف المسافة تاع تراموي هذه تقدر تكون من هنا من وسط مدينة بوينا هنا عندنا حوالي اربع كيلومترات وهنا كذلك من النقطة هذه المسافة الوسط الوسط مدينة البوليدا عندنا حوالي عشر عشر كيلومترات مدينة اذا الخط هذا يعني في في ابسط الحالات يكون فيه حوالي 14 كيلومتر واذا كان درنا في توصيلات اخرى نحو مثلا بريتامو الى وسط البوليدا هنا نزيد نطيف 6 كيلومترات وكذلك وهذا الخط ثاني مهم جدا هو نوصل وسط بوفاريك ب وسط البوليدا على مسافة 8 كيلومترات اذا عندنا خط تراموي ب اربعة زايد عشرة زايد ستة زايد ستة يعني 26 كيلومتر وهذا الخط سوف يكون يربط يربط كل المنطقة هادية كل المنطقة هادية بطراموي وهذا الشيء يكون يجيب اضافة حقيقية واضافة كثير ايجابية ومفيدة ومفيدة الى المنطقة هذه اذا علمنا اذا عرفنا انه يعني النسبة انتعى الكثفة السكانية في هذه المنطقة هي حوالي حوالي زوج ملايين الناس ما يسكنون في هذه المنطقة الى اقتراع اقتراع اخر ان شاء الله في موضوع اخر في منطقة اخرى استودعكم الله واترككم في رعايته وحفظيه وسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة